عملياً ما الذي حدث فيه الأنبار؟ أقول لك ما الذي حدث فيه الأنبار؟ يفترض بعد استعادة الأنبار أن تكون هناك حكومة محلية منتخبة نعم وهناك محافظ منتخب يجب أن يدير الأمور فيما بعد داعش ما الذي فعلته الحكومة؟ نصبت شخصاً مسؤولاً عن رمادي ومحيط الرمادي جاءت به من الوقف السني السيد عبداللطيف الهمين ووضعته في المحافظة ليكون الحاكم بأمره وخلق صراع ما بين الحكومة المنتخبة وبين شخص معين من بغداد بمعنى أرادت بغداد أن تفرض نفوذها على محافظة الأنبار من خلال هذا الشخص وفي كل منطقة وفي الرمادي أتحدث وربما إلى حد ما الفلوجة